في بلد كان يعد نموذجاً للتعليم في المنطقة بات النظام التعليمي في العراق يترنح اليوم كحال العديد من القطاعات الحيوية حيث أصيب بالشلل بسبب قلة التمويل ليحل العراق بالمركز الأخير عالمياً في الإنفاق على هذا القطاع فيما يذهب 91% من موازنة التعليم المالية لتغطية رواتب الموظفين من قرابة 600 مليون دولار يتم نهب وإهدار معظمها كما يؤكد المتخصصون في الحقل التعليمي بينما يحظى قطاع الأمن بحصة الأسد من موازنة الدولة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع ومن بين الأسباب الأخرى يعد الفساد عاملاً أساسياً في تخلف نظام التعليم في العراق المدرج ضمن قائمة أكثر دول العالم فساداً وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية كما أن المحاصصة وشيع الفوضى الإدارية أسهمت في انهيار مؤسساته فيما يسعى بعض المعلمين الذين يبحثون عن ما يحفظ أرواحهم إلى طرق ووسائل غير نزهة في الامتحانات والمسائل المتعلقة بالشهادات وفقاً للجان مختصة وتعاني العديد من المدارس من تدهور مبانيها التي تهدد صحة الطلاب وسلامتهم وفرص تعلمهم بينما ما تزال أكثر من 30% من المدارس ليس لديها مباني خاصة بها وهذا ما ترك عجزاً في أكثر من 8500 منشأة مدرسية على جميع المستويات كما ساهم نقص الأبنية المدرسية في تقليص عدد ساعة الدراسة إلى أقل بكثير من المعدد العالمي ما أثر سلماً على مخرجات العملية التربوية حيث ينتج نظام التعليم الزائف قوة من حاملية الشهادات الذين يعانون من نقص في المهارات وبدلاً من ذلك ركز نظام التعليم على تغذية الفرد بمعلومات ومعارف قديمة لا صلة لها بالعالم الحالي سريع التغير وفي ظل نظام سياسي فشل في كل شيء لم يتمكن قطاع التعليم من أداء دوره بفعالية ما ساهم في تنمية حالة من الإحباط لدى المجتمع العراقي الذي ينظر إلى أجياد المستقبل وهي تواجه مصيراً محفوفاً بالمخاطر بسبب نظام التعليم المعيب الذي عكس انهيار بنية الدولة وعجزها عن النهوض بواقع البلد وبنائه على أسس سليمة